السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة النهاردة عن واحد من أقوى المضادات الحيوية واللي بتستخدم في حالات البكتيريا المقامة لمضادات الحيوية العادية وهو حقنة الجراميسن أو مادة الجنتاميسن تركيزي ل20 ميلي جرام والجراميسن 40 والجراميسن 80 حقنة الجراميسن أو دواء الجنتاميسن بينتمي المجموعة من المضادات الحيوية اسمها الأمين وجليكوزايد بتدي تأثير بتاعها عن طريق أنها بتقلل قدرة البكتيريا على تصنيع البروتين الدواء ده ليه تأثير بكتيري سيدل أو قاتل للبكتيريا في تركيزات اللي هي الدوائية أو فوق السي ماكس الدواء ده ليه تأثير أو حقنة الجراميسن لها تأثير قوي جدا على البكتيريا وخاصة بكتيريا الجرام ناجاتف زي نوع من أنواع البكتيريا اسمه سودومونس ريجونوزا وكليبسيليا نيمونيا والإنتيروباكتر وعشان كده تعتبر حقنة الجراميسن علاج فعال جدا ليه تسامم الدم أو السبتسامية بتستخدم بفعالية جبيرة جدا ليه علاج التهاب القنوات المرارية والتهاب صحية المخ تعتبر برضو من المضادات الحيوية القوية جدا لعلاج عدوى المسالك البولية وهي عدوى البروستاتة البكتيرية وفي نفس الوقت ممكن تستخدم ديه علاج التهاب عضلة القلب البكتيري أو الاندوكاردايتس مع مضادات حيوية من مجموعة البنسلين زي دواء لوجمنتن أو البنسلين ويه أو الأمكسسلين ويه الكلافيولونيك أسد ولكن استخدام الدواء ده رغم الفعالية بتاعته بيعتبر آخر حاجة بيلجأ لها الطبيب وده لأن ليه أربع أثار جانبية في منتهى الخطورة لازم نكون عارفانهم الأثار الجانبية دي بتحصل مع استخدام الجرعات العالية لفترات طويلة رقم واحد حدوث نفرو تكسوستي أو تسمم الكلا وده لأن الدواء بيكون تركيزاته عالية جدا أو بيركن في القنوات الموجودة في الكلا اللي بتعمل فلترها للدم وبالتالي بتقلل قدرتها على فلترة الدم استخدام دواء الجراميسن دي فترات طويلة قد يكون مصحوب بتلف لأنسجة الكلا التلف ده ممكن يكون تلف مؤقت ويريفيرزابل يعني يرجع بعد التوقف عن تناول الدواء وممكن يكون تلف شديد جدا وقد يؤدي إلى الإصابة فيه أو الإصابة بالفشل الكلاوي الأثر الجانبية التانية ليه حقنة الجراميسن أو دواء الجنتاميسن هو حدوث تسمم سمعي وفقد مؤقت أو فقد دايم للسمع الأثر الجانبي التالت هو الإصابة بضعف العضلات وده بيكون في منطقة الخطورة مع الناس اللي بياخدوا أدوية بتسبب وهن العضلات زي أدوية الليستاتن أو الأدوية اللي بتقلل دهون الدم والأثر الجانبي الرابع هو حدوث تفاعلات الحساسية وعشان كده بتعتبر جرعة دواء الجراميسن حاجة يعني ملهاش ستاندرد وإن كان في بعض الكتب بتقول بين ثلاثة ليه خمسة ميلي جرام من مادة الدواء لكل كيلو جرام من وزن الجسم متقسمين على جرعتين لثلاث جرعات ولكن جرعة فيه الغالب بتخضع ديه حالة المريض والمونيتورينج أو إياس نسبة الدواء في الدم والحالة بتاعة المريض نتمنى نكون قدمنا لحضراتكم النهاردة معلومة مفيدة صحتك في خمسة